لأنه كمان بيان النادي الأهلي اللي خرج بناء على أحداث مباراة السوبر مش بعيد عن الأحداث اللي احنا فيها لأن النادي الأهلي لما اتكلم على قرارات صدرت ضد لعبي اتكلم في إطار بناء على أني ليحة بناء على أني لجنة يا جماعة احنا في فترة من الفترات لما طلعنا هنا في قناة الأهلي وعلى شاشة قناة الأهلي وتكلمنا على تحديد ماتشاط دور أبطال إفريقيا جمعة ولا سبت وبتتحدد بناء على مين قلنا الكلام ده بناء على ليحة ولما أعلننا على الملأ شروط مسابقة دور أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 كانت هذه الشروط من خلال الليحة موقعة بتوقيع وختم معاس حجي السجرتيري العام للإتحاد الإفريقي فبالتالي لما أنا حبيتك إعلام أستعين بليحة وأعرف إيه ليا وإيه لعلي رحت الموقع للإتحاد الإفريقي خدت ليحة الاتحاد الإفريقي المنظمة للمسابقة والليحة عليها توقيعات السجرتيري العام فبالتالي أي ليحة بتنشر على أي موقع حتى لو موقع رسمي مش عليها ختم ومش عليها توقيع لا يعتد بيها ولما تنشر الليحة وتعمل لها أبلود من 48 ساعة والليحة نفسها المفروض أساساً تعمل لها أبلود قبل بداية المسابقة ولما تبعتها للأندية لازم تبعتها بخطابات رسمية زي ما الاتحاد الإفريقي بيبعت للأندية بخطابات رسمية أو لما بيسلموا الليحة بيسلموا بشكل رسمي مش في ظرف مقفول فكرة الحفاظ على المسابقة والمنظومة على فكرة خدوا منها كل التفاصيل اللي بقولها دي كل التفاصيل اللي بتتقال دي ليه علاقة باللي أنا بقوله ليه علاقة بالعنوان الرئيس اللي أنا قلته في البداية لأن في النهاية القالة لما اتكلم على اللوايح في اللوايح المسابقات في اللوايح الانضباط اترد عليه رد غير احترافي الليحة في ظرف مقفول تسلم في اجتماع على فكرة كانتش لايحة دي كانت شروط القيد او شروط اللية المتعلقة بشؤون اللاعبين او القيد شؤون اللاعبين في الفترة اللي جاية لكن لايحة المسابقات لم ترسل رسمية للاندية لايحة الانضباط لم ترسل رسمية للاندية هتنشرها للموقع الاتحاد طب حط توقيع السكرتير العام حط ختم الاتحاد عليها لكن ورقة معمولة في مكتبة وتخطها لها على الويب سايت ومن يومين كلام مش لوجيك يعني فبالتالي بقول لكم في وسط كلامي انه مش عايز اتكلم في اللوايح لان اللوايح كلها على بعضها فيها عوار كبير في فترة من الفترات لما قلنا فكرة جدول الدور العام لما بيرسل للاندية وتكلمنا على فكرة ان تحديد الموعيد ملك مين والتاجيل بيتم بناء على ايه اللايحة قالت حاجة الاتحاد نفس حاجة تانية يعني اللايحة بتقول لو الامن اجل مباراة الاتحاد يختر النادي بقرار الامن وعلى النادي اختار ملعب بديل او اختيار ملعب بديل واختر الاتحاد بيه ده ما بيحصلش الاتحاد بيأجل من نفسه ما بيرجعش النادي وحصلت في كذا موقف تمام لما حتى جدت خدت ضد عقوبات في تأخر النزول لارضية الملعب بين شوطية المباراة وغرامة خمسين الف جنيه اللايحة نفسها ما بتقولش كده اللايحة نفسها بتقول قبل بداية المباراة انت خدت قرار وقلت لا اعقبه عشان بينا شوطية المباراة واللايحة ما بتقولش كده فعشان كده انا مش عايز اتكلم في اللوايح لان لما حبينا نتكلم في قضية جبنا لايحة رسمية من على الموقع الرسم للاتحاد الافريقي وعليها توقعات رسمية ما بتطلعش تقولي لايحة موجودة على موقع وفهاش توقعات ما بتطلعش تقولي انا بلغتك باللايحة في اجتماع مغلق كلام ده غير صحيح عشان كده في البداية وانا بتكلم الاحداث الاخيرة مش عايز اتكلم في لوايح لان اللوايح نفسها جوه مصر فيها عوار كبير